وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على اتفاق يتيح لتطبيق تيك توك العمل في الولايات المتحدة بعد تهديده بحضر التطبيق المملوك للصين في أوغست وقال ترامب أن الاتفاق مع شركة ركل سيعالج المخاوف المتعلقة بالأمن القومي الأمريكي ويستخدم حوالي 100 مليون أمريكية التطبيق وقد عبر المسؤولون الأمريكيون عن قلقهم بشأن بيانات المستخدم وإمكانية حصول الصين على تلك البيانات